وضحت شركة الدار العقارية موقفها بخصوص استثماراتها في مصر حيث أكدت التزامها بكونها مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في مصر إذ قادت في عام 2021 الدار العقارية أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر من خلال الاستحواذ على شركة سودك أكبر مطوري العقارات في مصر لتحقق سودك مبيعات تطوير بقيمة 21 مليار و 300 مليون جنيه في 2022 أنعكس هذا الأداء العام 2023 أيضا حيث تم تسجيل 3 مليارات و 100 مليون جنيه في المبيعات والحجوزات في الربع الأول مما يدل على مرونة وجاذبية سوق العقارات في مصر وتستمر إمكانات نمو الشركة في المستقبل في التحسن حيث يبلغ حجم المشاريع القائمة ما يقارب 35 مليار جنيه قيد التطوير كما تهدف الدار إلى مضاعفة محفظة الأراضي الاستراتيجية في مناطق متعددة ومنها غرب القاهرة وشرقها والسحل الشمالي وأكدت الدار العقارية التزامها كونها مستثمرا استراتيجيا طويل الأجل في مصر